ازايكو حبايبي عامدين ايه يا رب تكونوا بخير وسحة وسعادة يا مواليد برج التور مواليد برج التور النهاردة ان شاء الله معادنا اا مع الاراية العامة بتاعتكو لشهر نوفمبر ان شاء الله شهر 11 اا الاراية عامة مال وعمل وصحة وعاطفة اا يلا هشوف لكم بقى ايه اا احوال الشريك اا نوايا كالعادة اا بيفكر في ايه هعمل لكم تهكير لعقله الشهر ده. اا اا شوف احوالو اا يعني عاملة ازاي. ويصاب حني على التأخير اا بالنسبة للقريت بتاعاتكو بسبب ان انا عندي يعني مجهولات تانية. فا ان شاء الله حاول التزم معاكم الفترة اللي نزل لكم قرية على طول. كمان اه اه الناس كتير بتسأل عن تفسير الكرت الكرت بتاعتك يا جماعة ان هو بيبقى شرحوا اه يعني اه كتير ولكن ده عشان انا بشرح لكم الكرت او الطاقة بتاعتكو او انتو انتو او الشريك على كل الاسعادة. يعني بقول لكم هو مالين عامل ازاي? في الشغل عامل ازاي? في حياته عامل ازاي? في العاطفة بيفكر ازاي? فآآ بجيب لكم الطاقة العامة بتاعته يعني. في يلا كده نبدأ بسم الله آآ نشوف الطاقة بتاعتك وطاقة الشريك. بسم الله. آآ اول كرت ان يتي اسحابه لطاقة موليد برج التور شهر نوفمبر. ان شاء الله. يلا نشوف طاقتك فيها ايه. بسم الله. اوكي. خلينا اقول لكم يا برج التور ان انتو الفترة اللي جاية دي آآ كأنكو آآ عندكم الاستعداد الكامل لكل حاجة او اي حاجة بتتعرض عليكم. سواء في الشغل سواء في الدراسة او حتى في حياتكم. وكأنكو وصلتوا لنقطة يعني محتاجين فيها بقى ايه انو آآ تخلوا عندكم حد بيساعدكم. يعني لو انت مثلا في شغل فانت هتبدأ تعمل فريق عمل تحت قديك مثلا. لو انت فتح مشروع فهتخلي ناس تبقى شايلة معاك في المشروع. يعني هتحاول ان انت تختار الناس المثالية اللي تتمشى معاك ومع امكانياتك عشان يساعدوك الفترة الجاية في رحلتك بقى سواء في العمل سواء في الدراسة. شايفك آآ يعني متمكن قوي ومستعدة قوي لكل حاجة بتحصل معاك الفترة اللي جاية مستقل بزاتك آآ او بشخصيتك. ولكن في نفس الوقت آآ منفتح على العمل الجماعي. وآآ وكأنك بتقول ده الوقت المناسب اللي آآ يعني اخلي في حد يساعدني في حاجة معينة. آآ شايفك بتطلب مشورة حد او مساعدة حد. يعني خلينا اقول لك آآ في حد بيرشدك او انت بتستشيره في حاجة خاصة بيك سواء في الشغل او في الدراسة. والشخص ده بيساعدك ان انت توصل للحاجة اللي انت عايزها. يعني بيديك المشورة الجيدة المشورة الصح. وآآ الفترة اللي جاية حياتك بتبدأ الامور معاك تتضبط. آآ وآآ يعني الناس اللي انت بتختارهم آآ بيساعدوك. ومش هتأخروا معاك. وشايفك انك بتفوض السلطة بتاعتك لحد يساعدك. وانت بتتحرك تجاه حاجة انت كنت بتحلم بيها حاجة اكبر من المكان اللي انت فيه. وهتوصل. وهتوصل في الوقت المناسب. لاني شايفك بتاخد خطوات حلوة يعني للامام. عارفين زي كأنك يا برج التور آآ يعني عندك العلاقة عندك هتبقى صحية اكتر. يعني علاقتك بتزدهر. فيه اعتماد مدبادل بينك وبين الشريخ. الشريك. آآ انت يعني حاسس ان انت محتاج للشخص اللي في حياتك وهو كمان هيحس ان هو محتاج لك. فانا الكارت هنا بيقولك ان ده الوقت المناسب. ان انت تبين في ضعفك واحتياجك للشريك. يعني ايه? يعني تقوله ان انت محتاجه معاك. ان انت محتاج انه يساعدك في حاجة معينة. آآ وهو هيساعدك. يعني اطلب منه انه يساعدك. بكل سكة هيساعدك. وهتلاقيه يعني متقبل كلامك بلطف وبحبه وباحترامه. فا.. هنا الكارت بينصحك. وبيقولك اطلب. اتكلم. بس ما تتوقعش ان الشخص ده هيقرى افقارك كده. او هيعرف انت عايز ايه من غير ما تقوله. فانت لازم تقوله على احتياجاتك. عشان يعني يبدأ يتجاوب معاك. لكن كده من غير اي آآ مقدمات ومن غير ما تقوله انت عايز ايه ومستني منه ان هو يقف جنبك او يساعدك كده من غير سبب هيبقى صعب جدا فلازم انت تقول عايز ايه عشان يبقى هو فاهم اه نواياك ايه لانه هو مش هيامل حاجة او مش فاهمها اوكي طيب تعالوا نشوف بسم الله طاقة الشريك نشوف بقى هو بيفكر في ايه ونعمل له تحكير كده لعقله وافكاره ايه ونوايا ايه بسم الله خلينا اقول لكم الشخص ده داخل الفترة الجاية على مرحلة يعني هتلاقوه كده بيقرى يعني بيقرى الافكار شوفوا بقى يعني انا هنا بقول لكم واضحولو انتم بمجرد ما هترمو كلمة هيبقى فاهم الشخص ده عنده الفترة الجاية احساس او الحدث عنده عالي جدا كأن الحساس الداخلية عنده تبدأ تتحرك هتلاقيه قبل ما انت تقول الحاجة شوفوا بقى شوفوا طاقتو او هيبقى حاس ان في حاجة انت عايز تقولها هتلاقيه الفترة الجاية عارف او قادر يقرى اللي بين السطور اي حاجة كانت مفقودة هيجمحها هيعرف حاجة كل حاجة كانت مفقودة في حياته ثواني بقى هنا نقف هنا يعني الشخص ده لو كان في حياته فحتلاقيه عارف يقراك لو كنت منفصلين وانت يا برج التور مش عارف انفصلت عنه ليه او ايه السبب او هو سابك من غير ما يقول لك اسباب او من غير ما يعرف حقيقة حاجة معينة انت تظلمت فيها فلا الفترة الجاية دي كأن ربنا بيظهر حقه وكأن الحقيقة المفقودة بتبان او عارفين كده زي الستوري كده او الكسة او الحكاية لما بتسردها وبتحكيها هو هيعرف ايه الحلقة المفقودة وايه اللي حصل وايه اللي خليه يسيبك هيعرف الاسباب الحقيقية او الاشخاص الحقيقية اللي كانت ورده هتلاقيه حكيم جداً هتلاقيه خبرته او يعني ما لهاش حدود الفترة الجاية هتلاقيه او يعني احسيسه او الحواس الخامسة عنده بتحركه بنسبة ما في الماء وهتلاقيه مشاعره بيسك في مشاعره اول فترة الجاية وفق حسيسه وهيلاقي اجابات كان بيدار عليها وكأن هو ده الوقت الاحساس الشخص ده هيبقى يعني هو الربح الكبير اللي في حياته وهتلاقيه بيفكر اي حاجة بيفكر فيها داخلياً هتلاقيه خلاص حسيسها وعارف اللي بيحصل الفترة اللي جاية وده هيساعده كتير قوي في حياته الفترة اللي جاية بس عقله دايماً هيبقى مشغول دايماً هتلاقيه بيفكر كتير عايز يوصل لاجابة كل حاجة كان بيسأل عنها عاطفياً الشخص ده هي حاجات جواه بتفصل مع قلبه ومع روحه وكأنه انت يا بورج التورة تلعب في حياته يعني دور مهم وكأنك بتزهر في حياته فجأة بترجع لحياته فجأة والكارت ده بيقولك ان انت في قلبه محفور بشكل لا يمحى شفتوا بقى يعني حتى لو انتوا منفصلين بقالكوا ان شاء الله سنين وهو كان فكر انه انسيك لا ده انت في قلبه وروحه وفي حياته بطريقة لا تنمحه وهتلعب في حياته الفترة الجاية او في الرحلة الجاية بتاعته دور مهم جداً كأنه هتحصل كمية كبيرة بينكم كأنه قلبك وقلبه يعني بيناده بعض ودي علامة حلوة على ان احسسه بيك صح لما هيلاقي تجاوب منك هيعرف ان احسسه بيك وبحبك وبحياتك صح هتلاقي وصك في قلبه اول فترة اللي جاية وحتلاقي كده حاجة زي السحر حصلت في حياتكم الامور ما شاء الله هتاخد مجرى ايجابي جداً ما شاء الله الطاقة حلوة بتاعت الشخص ده تجاهك يا برج التور طيب تعالوا نشوف الكروت هنتكلم برضو بالتفصيل وانا عاطفه بسم الله يلا كده نشوف احوالك على كل الاسعيدة بقى مال وعمل وصحة وعاطفه ودراسه بسم الله برج التور شهر نوفمبر على جميع الاسعيدة باسم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتتعلم مهارة جديدة بتدرس حاجة جديدة في حاجة انت بتتعلمها او بتدرسها اه وبتنجح فيها وبتكتملك على خير ان شاء الله اه اه صحيح الايام ماشية يعني او الامور ماشية ببطء شوية ولكن هتمشي شايفك متوتر شوية من كتر الضغوطات اللي عليك الفترة الجاية بس عتعرف ازاي ترتب امورك اه في شغلك شايفاك اه كأنك في شاي الهم حد عندك طرف تالت معاك في الشغل او حد في الشغل يخاين او غادر وكأن الشخص ده عايز ياخد مكانك بيحاول انه يوقعك بيحاول انه يهدلك اللي انت عملته بس ربنا نصرك وامورك بتكتمل وبتنتصر على الشخص ده فما تخافش وما تقلقش يا برج التور ربنا معاك والامور معاك بتتحسن ان شاء الله ده بل بالعكس انا شايفة ان انت بتكتشف سر الشخص اللي عايز يوقعك ده بتكتشفه او بتكتشف سره وبتنتصر عليه وفي نفس الوقت انت نجمك بيستع عندك شهرة في حاجة معينة مجال معين بقى دراسة شغل اه لو انت شغال مثلا في السوشيال ميديا فانا شايفة في عندك شهرة وسيتك بيعلو الفترة اللي جاية اه وكأنه يا برج التور برضو اه عندك بتكتشف امور كانت عيونك متغمية عنها والامور دي بتظهر للعلن تجاه اشخاص مش كويسين في بيئة العمل بتاعك وانت منتصر عليهم متقلقش ومتتهزش لان انت مكانك محدش هيقدر ياخده او هيقرب منه بالعكس انت عجلة الحظ معاك الويل الفورشن والامور معاك بتاخد مجرة تاني خالص سيتك بيعلى وبتكتملك امور حلوة ان شاء الله في صديق قديم معاك في الشغل حد بيساعدك حد بيديك معلومات ففي ناس كويسة زي ما في ناس مش كويسة في ناس كويسة معاك وبتساعدك طيب لو انت حد بيدور على شغل انا شايفه فيه شغل وفيه بدايات جديدة ان شاء الله للناس اللي بتدور على شغل فيه بدايات جديدة وفيه حد من اصدقائك هو اللي بيرشحك للشغل ده يا برج التور كمان شايفك دراسيا بتدرس حاجة بتاخد كورس في حاجة يا برج التور او بتقدم في حاجة يعني بتنجح فيها ما تقلقوش دراسيا الامور ماشي حلو بس حاولوا ان انتو يعني دايما ما تأجلوش الدراسة بتاعتكو او يعني ما تأجلوش المذاكرة خليكو ماشيين على يعني نفس النمط بتاعكو ماليا شايفه الامور المالية كأن في حد يا اما انت بتدي فلوس لحد بتساعد حد يا اما حد بيديك فلوس كانت ليك عنده بس انت شايل هام الفلوس او يا برج التور انها مقصرة معاك شوية ولكن ان شاء الله ربنا يعني حيفرجها عليك طيب طيب بنفسك علشان ما فيش حاجة تتأثر فيك يعني يا برج التور كمان شايفك وحيد يا برج التور يعني عمتا كده في طاقتك أنا شايفة عندك ان انت وحيد و مختصر كده الناس حواليك بس انت مش وحيد علشان يعني حاجة انت وحيد عشان شايفك مركز على هدف معين سواء في شغلك او في دراستك وهتوصل ان شاء الله طيب خلينا يعني نتكلم عن العاطفة ولكن خلينا أقول لكم الأبراج اللي زهرت قدامي الأول قبل ما ندخل في القرية الأبراج اللي هقولها هي اللي ممكن الشريك يكون منها عندكو برج العزرق برج التور آآآآآ برج الدلب رحيه وسرطان و العقرب طيب شايفة Vegeta في العاطفة خلينا نقول الأمور ماشية ببطء قوي يعني بصوا كده الفرس الترابي الفرس ده ترابي فرس العملات أمور ماشية ببطء ولكن عجلة الحظ معك وده الأهم يعني مش مهم إن الأمور تمشي بسرعة وفي الآخر منقش نتيجة لا مهم إن في الآخر يكون في نتيجة حلوة إنت شيء الهم طرف تالت في العلاقة برج التور وكأنه في طرف تالت عايز يفرق أو يوقع بينك وبين الشريك أو هو فعلا يفرق ويوقع بينك ولكن في رجوع في حنين من الشخص ده الصخص ده هيبدأ يفوق يا برج التور هيكتشف كل حاجة حواليه هيشوف الأمور على العلن كده الشخص ده كأنه كانت عيونه متربطة عن حاجات وما كانش عارف الحقيقة هيبدأ يكشف الأمور هيكشف كل يعني وإنت يا إنت هو فيه كشف سر بس غالبا هو هيكتشف سر اللي دمر حياته أو اللي وقع حياته وحيبدأ ياخد يعني حذره وحيزعل قوي على الوقت اللي فات في بعض برج التور هيكتشف أمر حد كان بيفرق بينك وهيعرف الحقيقة الشخص ده خلينا أقول لكم إنه للبعض منكم الشخص ده كان مرتبط بحد وفي بينهم أولاد وكأنه أنت يا برج التور كنت موقف العلاقة دي عشان خاطر الأولاد نبكتش راضي يا أنت عندك أولاد يا هو عنده أولاد بس على الأغلب اللي أنا شايفه هنا إنه هو عنده أولاد وإنت كنت رافد كأنك رافد الارتباط بالشخص ده ولكن إنت ملكش زنب في انفصاله في كل الأحوال الشخص ده هيرجع يرقب أخبارك تاني يعني هتلاقيه الفترة الجاية يا برج التور بيرقب أفكارك بيرقب هو مش أفكارك يعني هتلاقيه بيرقبك على السوشيال ميديا مثلا هتنزل إنت ستوري هتنزل حاجة هيبقى عارف أنت بتفكر في إيه هيبدأ يرقب أخبارك هيبدأ يحاول يعرف عنك حاجة وكأنه الشخص ده هيبقى شيء الهمة قوي إزاي يرجع يكلمك أو إزاي يرجع يصالحك أو إزاي يقولك أو يعتذرلك لأنه من الواضح إنه الشخص ده يا برج التور قالك كلام دايقك طيقة هنا ظهر قوي يعني الناس المنفصلين وهيحصل معهم إيه الفترة الجاية يعني أنا اللي بحكي ده كله دول المنفصلين وكأن الشخص ده ندمن على كلام جرحك بيألهولك دايقك تعبك نفسيا حس إنه ظلمك ولكن بعد الإنهيار ده كله هتبدأ الأمور ترجع تاني أحسن من الأول الشخص ده عنده حنين ليك والذكريات زمان الشخص ده قديم وممكن يكون حد من قريبك ممكن أو أصحابك الأدام هو كمان عنده شغل كتير الفترة اللي جاية ولما بيفتكرك بيتوتر من الكلام اللي ألهولك ولكن الشخص ده شايفك إزاي أو مشاعره تجاهك عاملة إزاي الشخص ده لسه بيحبك وشايف أنسة طور يعني بكل حب وهو حابب برج التور بيبصرك بصة حلوة قوي أنت حد جميل حياته والشخص ده خلينا أقولكو مقدر دي يكتبقى مع الشخص ده خلينا نقول هيجمع ما بينكو عن قريب إن شاء الله القدر هيجمع بينكو والأمور حتتغير لصالحكو والأمور حتبقى إيجابية أكتر والشخص القديم ده هيرجع يهتمي بيك تاني هيرجع يبين حبه ليك تاني وإنت اللي عليك تكرر إذا كانت العلاقة المراضية تنجح ولا لا وإنت اللي هتحدد إذا كنت عايز تكمل ولا لا الشخص ده إن شاء الله راجع وأنا شايفة أو الكروت هنا بتقولني إنه العلاقة دي هتكتمل هتكتمل وهتكمله مع بعض رحلة الحياة الشخص ده بيحبك قوي وبيفكر فيك كتير الفترة اللي جاية دي هتلاقي حدثه وإحساسه تجاهك عالي وأي حاجة هيبقى بيفكر فيها تجاهك وهيلاقيها صح هيتأكد مليون في المية إنه هو اختار صح وإنت الشخص الصح اللي في حياته لو أنت متزوجين ففي ولاد الطفل أو خبر حمل إن شاء الله ولو أنت مش متزوجين ففي بداية حياة جديدة هترتبطوا وتتزوجوا وهيبقى فيه بينكم أولاد إن شاء الله طيب تعالوا نشوف بروت الرومانس بسم الله طيب تعالوا أول كارت بيقول لنا يا برج التور افرج عن حياتك العاطفية يعني إيه؟ يعني بمجرد ما ترمي إيه يعني قرمي طوبة الحب كده واطلق صراح حياتك العاطفية هتلاقي الحب والساعدة ملو حياتك حسس نفسك بالحرية وما تحسش إن إنت مقاعد جوال علاقة وإنت قادر إن إنت تجذب ناس جديدة وأشخاص جديدة وحتى الشخص القديم قادر إن إنت تجذبه ليه بقى؟ إذا كنت إنت أصلا مفاصل من حد مش عايز ترجع له قطلق صراحه عشان هو موجود في الهالة بتاعتك فلما تطلق صراح الماضي وتتخلى عن الماضي عيدخل حياتك أشخاص جديدة إنسى الماضي هتلاقي الجديد دخل حياتك الكارت التاني بيقولك إن إنت لو بتسأل يا برج التور على شخص معين فهنا الكارت بيقولك الشخص ده هو توقم روحك وفعلا بيحبك وفعلا بيفكر فيك والشخص ده هتتشاركوا مع بعض الحياة مصار حياتكم اللي جاية والحب والعاطفة ويبقى بينكم علاقة حب حلوة جدا جدا الفترة اللي جاية وحتمشوا وحتكملوا مع بعض الحب والشعور المتبادل هتحسوا مع بعض بالألفة وبالراحة النفسية بينك وبين توقم روحك والشخص ده يا إما إنت قابلته مؤخرة أو هتقابلوا الفترة اللي جاية دي وكأنه هيبقى فيه شرارة بداية يعني أو فرصة حلوة عشان تكتشفوا الحب والشغف بينكم وبين بعض وبناء عليه هيكون فيه زواج بصوا كده كارت الويدنج كارت عقد الفران حفل زفاف إن شاء الله ليك يا برج التور وهيكون فيه زواج وهيكون فيه ارتباط واستمرار للحياة العاطفية دي من غير قلة وإنت كأنك الآن على المستقبل والآن أن أنت ما ترتبطش أو ما تكاملش مع الشخص ده بالعكس خالص هتقابل الشخص ده وهيكون مميز جدا لو هو لسه ما دخلش حياتك وممكن الفترة الجاية يكون فرحك إنتا إن شاء الله فمشاعرك وحسيسك هتتحرك تجاه الشخص الصح الفترة الجاية هيحصل عندك شفاء لقلبك قلبك هيشفى وكأنه جي الوقت اللي خلاص تاخد فيه خطوات تجاه حياتك اللي جاية وتحدد رغبة قلبك وتحدد مشاعرك وتعمل بقى اللي أنت عايزه في حياتك العطفية الفترة الجاية إن شاء الله طيب تعالوا يا برج التور أخذ لكم كروت نشوف كده أسئلة الملايكة بسم الله نسحب ثلاث كروت نسحب كروت التاني ثالث نسحب ده نسحب ده بسم الله فيه حاجة معينة في دماغ برج التور الكارت بيقولك هتلاقي إجابتها ولكن مش دلوقت هتحصل على الإجابة اللي أنت عايزها ولكن مش الفترة دي أو لما تحصل حاجة تاني هتبين لك إجابة الحاجة اللي أنت عايزها يعني هتحقق اللي أنت عايزه يا برج التور بس لما تجمع عنه معلومات الأول هتلاقي الأمور كده يعني وصلتك للإجابات اللي أنت بتسأل عنها الكارت التاني بيقولك أنت جاهز للجديد والحياتك اللي جاية وكل التجارب اللي أنت مريت بيها خلتك يعني تكبر أو روحك تلمز زيادة عن اللزوم وكأنك عملت كل حاجة وخلاص مستعد أن أنت تكمل حياتك لقدام وكأنك هتحتضن الشخص اللي تعرفه في قلبك والمفروض اللي أنت تكون معاه وهتبقى عارف مين اللي بيستحق يكون معاك ومين اللي لأ وكأنه جي الوقت المناسب أن أنت تعمل فيك كل حاجة بقى مناسبة لحياتك الفترة اللي جاية دي إن شاء الله وأن أنت تنسى الماضي بقلبه وبقى بجراحه وتبطل قلب دي أهم حاجة وأن أنت خلاص هتبقى عارف تعمل إيه في حياتك اللي جاية وتحط كل حاجة مناسبة في مكانها المناسب الكارت الثالث بيقولك برضو جي الوقت أن أنت توسع في دائرة أصدقائك وعلاقاتك وأن أنت محتاج أن أنت تعمل شبكة سواء مهنية أو شخصية في علاقاتك مع الناس اللي حواليك عشان تكون سعيد وتكون ناجح لو في حد ممكن يساعدك خليه ساعدك واختار الأشخاص اللي عندهم خبرة وهما حيساعدوك والكارت الثالث ده برضو تجاه العاطفة بيقولك أنه قريب جداً فيه شخص حيدخل حياتك وهيساعدك أن أنت تحقق أحلامك فإن شاء الله أحلامك تتحقق على كل المستويات يا برج التور سواء المال أو العمل أو الصحة أو العاطفة إن شاء الله أمورك اللي جاية تكون بخير يا برج التور حبيبي برج التور دي كانت قرأتك وإن شاء الله يعني تاخدوا كل الخير من القرأة دي ليكم وحبيبي انتهت القرأة بتاعت الشهر ده لو كنتوا حد جديد معايا لو سمحت اشترك في القناة وفعل زر الجراز علشان أي فيديو جديد ينزل يوصل لكم بإشعار واللايك والشير علشان كل موليد برج التور يشوفوا الفيديو وأشوفكم في فيديو جديد يا برج التور إن شاء الله